لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد الكل يعلم أن الرئيس عبد المجيد تبون نقل من الجزائر في وضع صحي سيء وكان في غيبوبة وأن إصابته بالفيروس كانت قبل 17 أكتوبر 2020 يعني الآن عنده أكثر من شهر اليوم 24 نوفمبر لا جديد سوى التصريحات الجديدة التي أدل بها مستشار رئيس الجمهورية قبل هذا ذكرنا يوم 9 نوفمبر يوم الاثنين 9 نوفمبر 2020 في خبر نشرناه عاجل قلنا فيه أنباء من مصادر مطلعة أن الرئيس عبد المجيد تبون استفاق اليوم من الغيبوبة الاصطناعية التي كان فيها والتي تبعت غيبوبة طبيعية دخلها وهو في الجزائر وتؤكد مصادرنا أنه قد خرج فعليا من دائرة الخطر حيث له عاد له وعيه الكامل وتتوقع مصادرنا أن حالته ستظل مفتوحة على كل الاحتمالات لكنها ليست بخطورة كانت عليها من قبل وهي سيظل تحت الرعاية الصحية الدقيقة لمدة لا تقل على الأسبوع وربما ستمدد إلى أسبوعين الآن أكثر من أسبوعين المعلومات الجديدة قبل أن نتحدث عن معلومات المستشار في رئاسة الجمهورية المعلومات التي توفرت في الأيام الأخيرة تقول أن الرئيس عاد إلى وضع متدهور ولكنه لم يصل إلى درجة الغيبوبة وأنه تم إعادته مجددا إلى غرفة الإنعاش حيث يخضع الإنعاش أو التنفس الاصطناعي ومحاولة تنشيط جهاز التنفس لأن لديه وضع معقد في الصدر جدا ويبقى دائما مفتوح على كل الاحتمالات قد يعود له وضعه صحي قد يتدهور قد يكون أي شيء آخر المهم أن الوضع الصحي للرئيس ليس على ما يرى رئاسة الجمهورية التي تأكدت يقينا أنه لم يعد يصدقها أحد وأن المعلومات التي تطرحها صارت سخيفة جدا ولا يمكن أن تشفي غليل الناس الذين يريدون معرفة ما صير رئيس الجمهورية يقولون ولما وصلوا إلى هذا الحد ماذا فعلوا؟ بعدما كانت بياناتهم جافة لا معنى لها طعت معلومات لا يمكن أن تكون صحيحة الأطباء الذين ينظرون إلى هذه المعلومات يسخرون منها وما إلى ذلك لجأوا إلى ألمانيا جاءت برقية في وكالة الأنباء الجزائرية ونشرتها رئاسة الجمهورية على موقعها تقول بأن أنجيلا ماركل المستشارة الألمانية أرسلت رسالة إلى عبد المجيد تبون بألمانيا عبرت له فيها عن سعادتها لتماثوله للشفاء بعد إصابته بفيروس كورونا وتمنت له القوة والشجاعة في بقية فطرة النقاط رئاسة الجمهورية تحدثت من قبل على البروتوكول الصحي وبعد ذلك قالت أنه خرج من البروتوكول الصحي الصحي ودخل في مرحلة المتابعة الطبية وبعد ذلك على لسان أنجيلا ماركل قالوا بأنها قالت مرحلة النقاها ولكن في اليوم الذي راجت فيه معلومات عبر مواقع الأنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي تتحدث عن وفاة الرئيس وأنا شخصيا أرى بأن هذا الخبر مبالغ فيه ومصادره غير موثوق لكن المؤكد أن الرئيس في وضع صحي ليس على ما يرام وأن عودته إلى وضعه الصحي إذا استمر في الشفاء في التعافي يحتاج إلى وقت على الأقل على الأقل شهر شهر وأن حالته الجسدية أسوأ مما يمكن تخيله أنه في الأيامات الماضية جاءت معلومات من حوالي 15 يوم أن الجلد على الأعظم أنه نقص وزنه إلى درجة لا يمكن تصوره حتى إظهاره كأنك تظهر شخص متوفي ما هو شخص في كامل أو شخص مريض قد يظهر كأنه متوفي مش صحيح مش مريض فقط على كل حال رئاسة الجمهورية تخرج لنا يخرج خبر حصري لموقع روسيا اليوم وضعته تحت عنوان الرئاسة الجزائرية تؤكد لروسيا اليوم تحسن صحة الرئيس تبو نقرأ الخبر تحسن أكد مصدر في الرئاسة الجزائرية الأرتي أن الرئيس الجزائري يستجيب بشكل إيجابي للعلاج من الإصابة بفيروس كورونا نعم وأضاف لأرتي أنه على تواصل مع نجل الرئيس الذي أكد استجابة تبو للخطة العلاجية والتحسن مضطرد لصحته ومتفائل جدا بشأن صحة والدي وجاء النفي عقب تداول العديد من المواقع معلومات عن استعداد الحكومة الجزائرية لإعلان خبر وفاة الرئيس وعنة الرئاسة شهر كذا 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 وأضاف البيان أنه يطمئن أنه سيدة رئيسي الشيب العديد شوف هذا المصدر هذا الآن ولكن أيضا هنا لم يذكر اسم المصدر لم يذكر اسم المصدر ولكن على في على نبض منذ أربعين دقيقة نشروا أيضا الخبر على أساس أكد عبد الحفيظ علىهم المستشار الخاص الرئيس جاء عبد المجي تابول لأرتي أن الرئيس الجزائر يتجاوب بشكل إيجابي مع العلاج وأضاف لأرتي أنه على تواصل مع نجل الرئيس الذي أكد استجابة الرئيس للخطة العلاجية والتحسل مضطرد لصحته وهو متفائل جدا بشكل صحة والدي يعني أنه رجعنا إلى السيناريو الأول السيناريو يستجيب بشكل إيجابي للعلاج رجعنا إلى ما قبل أنه خلاص يعني لو شفنا رئاسة الجمهورية واش قال تقبل قالت تعليمات أن السيد الرئيس قد أنهى بروتوكول ويتلقى حاليا الفحوصات الطبية هذه ذكروها في 15 نوفمبر على الساعة الثانية و53 دقيقة تنفيذا لتعليماته وكذا وكذا وقالوا حاليا الفحوصات الطبية يعني لو ننقارنها مع اللي جاء جديد معناها الرئيس رجع للخلف أو التدهور وضعه الحالي لذلك المعلومة التي خرجناها في 9 نوفمبر كانت صحيحة أن الرئيس كان تعاف ولكن وضعه مفتوح على كل احتمالات وأن مدة العلاج إذا بقي على ذلك الوضع لن تتجاوز أسبوع وإذا أكثر أحوال تمدد إلى أسبوعين ولكن الآن فات أسبوعين ولا جديد معناها أن وضعه الصحي تدهور مجددا هذا المصدر في رئاسة الجمهورية يقول على تواصل مع نجل الرئيس هذا رئيس جمهورية ولا ولا واحد صديقكم من المفروض رأه رئيس جمهورية الدولة التي تكون على بالها يعني المستشار في رئاسة الجمهورية لهم لو نرجع نلقاه نلقاه في واحد 11 في واحد 11 قال صحة الرئيس جيدة صحة الرئيس سيدي هل كانت طمئنا عن صحة الرئيس جيدة كان في صحة جيدة والآن يقول راهو في تحسب معناها كنت تكذب هذا المستشار يكذب في اليوم اللي قال راهو في صحة جيدة وكان يكذب صحة لذلك الوقت كان الرئيس في غيبوبة والآن مان سيصدقك إذا كنت في أول نوفمبر كذا والآن في إذا كان كان في صحة جيدة في واحد نوفمبر من المفروض الآن في 24 نوفمبر وفي أحسن حال الجي تخرج وتقول استجابة تدمن للخطة العلاجية والتحسن المضطرد لصحته وهو متفائل جدا بشأن صحة والده أنه طفل متفائل يعني أنه رئيس جمهورية ما عندكم ش معلومة صار رهو عند ولده رجعنا لحكاية بوتفليقة عبدالعزيز والسعيد المعلومات رهو حسب المعلومات اللي جات رهو قال السعيد رهو لاباس رهو رجعنا ذورك الولد تبون هذه مسخرة هذه التناقضات هذه كلها توحي أن الوضع فيه إنه وأخواته توحي بأنه فيها إنه وأخواته وعندما تحدثنا من قبل من قبل في قضية تقييم الاستخباراتي وبعد ذلك تحدثنا وتابعنا الوضع وكل المعلومات التي قدمناها كانت صحيحة وثبتت صحتها والآن الرئيس ما زال يقضع في غرفة الإنعاش مجددا أدخلوا إلى غرفة الإنعاش لأنه عنده مشكل في الرئتين وهذه المشكل مفتوحة على كل الإحتمالات هناك تركيز كبير لأن هذا الكوفيد تمكن منه لأنه ما خرجوهش ما اددوهش حتى رقدوا في الفراش بدعت طه ظهر عليه الأعراض وكذا وكذا وخلوه 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 هو رقد خلاوه اددوه العنعاش عقبوه الألماني لما اددوه جبوه في غيبوبة إذن أنا ما نقولكم ش الرئيس رح يموت حتى نكون واضحي الله أعلم بمصيري ولكن هذه الطريقة المسيئة التي لا معنى لها الدولة اللي ما قدرتش تعطي خبر على رئيسها اللي مريض وراه يتواجد في ألمانيا ما هيش دولة الدولة اللي جابت خبر على لسان ميركل على كل حال قال الكلام هم يقولوا بالله هم كانش منو وفيها معلومات تتحدث بأنه تمت المبالغة فيه أنا عندي بعض المصادر في ألمانيا قالوا لم يجدوا لم يعثروا على أي أثر لهذا الموضوع في مواقع الألمانية والله أعلم على كل حال ما تبعث الموضوع جيدا بالطريقة اللازمة ولكن المهم أن رئاسة الجمهورية تتخبر لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر